يتواصل سقوط المزيد من القتلى والجرحى مع استمرار المعارك بين القوات الأوكرانية ونظيرتها الروسية على عدة محاور بأوكرانيا في ظل استمرار القصف والهجمات المتبادلة عبر الطائرات المسيرة في عدة مناطق السلطات المحلية في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا أعلنت مقتل خمسة أشخاص وحدوث أضرار مادية كبيرة جراء القصف الروسي العنيف الذي تعرضت له مباني سكنية في المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية في المقابل قال رئيس بلدية هورليفكا شرقي أوكرانيا المعين من قبل روسيا إن القوات الأوكرانية استهدفت مركزا للتسوق في البلدة إضافة إلى عدة مباني سكنية ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة آخرين بجروح في الأثناء أعلنت القوات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 28 من إجمال 31 طائر مسيرة من طراز شاهد إيرانيط الصناع وصاروخين أطلقتها القوات الروسية خلال الليل على مناطق بجنوب البلاد تطورات جاءت بعد إعلان كل من روسيا وأوكرانيا عن إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر في مناطق متفرقة على طول الجبهة الممتدة بطول ألف كيلومتر للحرب حيث قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن وحدات أوكرانية مضادة للطائرات قصفت مقاتلة روسية قاذفة لانقنابل من طراز سوخوي 34 قرب مدينة ماريوبول بالجنوب ويأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة وقاذفة تكتيكية في منطقتين زاباروجيا ودينبرو بيتروفيسك بجنوب شرق أوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية ترجمة نانسي قنقر